وَلَيْهِ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار وبعد أيها المؤمنون عباد الله إن من الأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام وهثَّ المؤمنين عليها ورغَّبهم فيها خُلُق الصبر فالصبر من أخلاق الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وهو منزلةٌ عالية من منازل العبودية التي يرتقي فيها المؤمنون الصالحون في سيرهم إلى الله تعالى ولهذا ورد ذكر الصبر في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة حتى قال الإمامُ أحمد بن حمَّر رحمه الله تعالى الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً وقال الإمام بن القيم رحمه الله وهو واجِبٌ بإجماع الأمة وهو نصفُ الإيمان فإن الإيمان نصفان نصفٌ صبرٌ ونصفٌ شكر وذلك أن العبد المؤمن في هذه الحياة بين حالتين حالة سراءٍ وأخرى ضراء ففي السراء الواجِب عليه شكرُ من أنعم بهذه الحالة عليه من غنًا أو صحةٍ أو هصول مطلوب أو أمنٍ وأمان أو غير ذلك من أنواع النعيم التي يتفضَّل الله بها على عباده وفي الضراء يكون الواجِب عليه الصبر وتفويضُ الأمر إلى الله تعالى الذي ابتلاه بهذه الحالة وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبًا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له ولما كان الصبر بهذه المكانة العالية في ديننا الإسلامي أوجب الله تعالى لأهله من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا هو سبحانه قال الله تعالى إنما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب وجعل الإمامة في الدين لأهل الصبر إذا قرنوه باليقين فالصبر واليقين بهما تُنالُ الإمامة في الدين كما نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والله عز وجل أمر بالصبر خاصة عباده وأثنى عليهم به وأوجب لهم معيته قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقال سبحانه واللهما الصابرين قال الله تعالى مخاطب النبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقال سبحانه في ذكر خصال البر والصابرين في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون عباد الله ونحن في زمانٍ أحوج ما نكون فيه للتحل بخلق الصبر وخصوصاً الصبر على التمسك بهذا الدين والالتزام بشرائعه وأخلاقه وأحكامه وأوامره ونواهيه فلولا الصبر لذهب الإيمان كله ورحم الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد من لا صبر له لا إيمان له ومن لا رأس له لا جسد له وما قال وبما قال ترجمة نانسي قنقر 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 جسرًا نانسي قنقر 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 نانسي قنقر